ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وضيفت ذات المصادر أن العروس أصيبت بحروق وصفت بالخطيرة خاصة وأن لباس الملحفة التي كانت ترتديها غالبا ما يصنع من مادة البلاستيك وهو ما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة كبيرة في تياب العروس وسرعان ما تدخل الحاضر لإخماد النيران فيما نقلت العروس إلى المستشفى وسط تضامن واسع من طرف أفراد أسرة العريسين وكافة ضيوفهما